نرحب بكم في هذه المقدمة المسجلة التي مدتها 30 دقيقة والتي تتناول رزمة اليافعين واليافعات للتعبير والابتكار التي وضعها قسم تنمية ومشاركة اليافعين في اليونسف المقر الرئيسي إن رزمة اليافعين عبارة عن حزمة من أدلة البرنامج والأدوات والأنشطة والإمدادات المصممة لتحفيز أو تعزيز البرامج والتداخلات من أجل الرفاه الاجتماعي والعاطفي ليافعين والتعلم والمشاركة الإيجابية والفعالة مع بعضهم البعض ومع مجتمعات محلية تستخدم هذه الرزمة للتعليم القائم على الفنون والمشروعات مع نهج سمم ليافعين ومحوره هو الإنسان وذلك لكي يطور ويستخدم الكفاءات للتعامل مع التحديات التي يواجهونها ولكي يطور العلاقات الصحية مع الآخرين ويتمتع بها ويقوم بأعمال تحدث التغيير الإيجابي ظروفهم ومجتمعاتهم المحلية تعتمد رزمة اليافعين على أفضل الممارسات في مجال الدعم النفسي والاجتماعي وتعليم المهارات الحياتية وحماية الأطفال وبناء السلام يمكن دمج كل رزمة أو جزء منها في برامج ليافعين في مجالات مثل حماية الطفل والتعليم وتنمية اليافعين والشباب أو استخدامها لإنشاء مشروع جديد قائم بذاته بإمكان المشاركين في إدارة البرامج أو العاملين مباشرة مع اليافعين في المواقف الإنسانية بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني عبر القطاعات المختلفة والمعلمين وميسرين مساحات الصديقة للأطفال والعاملين الشباب والمتطوعين المجتمعين استخدام هذه الرزمة وتم حتى الآن استخدام الرزمة في أكثر من 16 دولة لتصل إلى 160 ألف يافع ويافعة وتقدم الحزمة المعدلة الجديدة للبرامج والتي تستجيب لأزمة كوفيد-19 أنشطة ومقاربات تهدف إلى الوصول إلى اليافعين وأشراكهم بينما يتم اتباع تعليمات البقاء في البيت لنبدأ بإلقاء نظر عامة على ما هي الرزمة والغرض منها وما تتضمنه تهدف الرزمة إلى أحداث تغيير إيجابي في حياة اليافعين من خلال الفنون والابتكار قام قسم تنمية اليافعين ومشاركتهم التابع لليونسف والموجود في المقر الرئيسي بتطوير هذه الرزمة وذلك بالتعاون مع تواقم المكتب القطري والتي تستخدم التصميم المرتكز على الإنسان والنهج البرامجية من الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي وتعليم المهارات الحياتية وحماية الطفل والتماسك الاجتماعي وبناء السلام تقدم الرزمة إرشادات وأدوات وأنشطة لجمع مجموعات من الفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 18 عاما معا في حلقات لليافعين تستمتع حلقات اليافعين معا عندما تجتمع في مكان آمن وبشكل منتظم فيتعامل اليافعون مع مواجهة التجارب الصعبة ويتعلمون ويعملون معا تقدم الرزمة أنشطة لحلقات اليافعين لكي يعبروا عن أنفسهم وعلى اختبارات وحل مشكلات حقيقية واستكشاف أفكار جديدة يطور اليافعون واليافعات أثناء هذه العملية كفاءات رئيسية ومهارات جديدة تساعدهم على التعامل مع الظروف العصيبة وبناء علاقات صحية والانخراط بشكل إيجابي مع مجتمعاتهم المحلية بإمكان أي شخص من المشاركين في إدارة البرامج أو العاملين مباشرة مع اليافعين في سياقات التنمية الإنسانية والهشة بما في ذلك الموظفين في مختلف القطاعات والمعلمين وميسيري المساحات الصديقة للأطفال وميسيري الشباب والمتطوعين المجتمعين استخدام الرزمة كما يمكن دمج كل الرزمة أو جزء منها في برامج لليافعين في مجالات مثل حماية الطفل والتعليم وتنمية الشباب ويمكن استخدام الموارد الموجودة في الرزمة لتحفيز وتصميم برنامج جديد أو لتقوية برنامج موجود بمقاربات وأنشطة جديدة لليافعين تم تصميم جميع الإرشادات والأدوات والأنشطة والإمدادات في رزمة اليافعين لتنفيذ برامج تدعم اليافعين واليافعات في تطوير عشرة كفاءات رئيسية يدعم إطار عمل هذه الكفاءات الرئيسية العشر مصممي البرامج في تحديد الأهداف المستندة إلى النتائج المطلوب تحقيقها لليافعين و أو مواءمة الرزمة مع أهدافهم الحالية لتحقيق رفاه اليافعين وتعلمهم وعملهم إن الكفاءات العشر الرئيسية هي مجالات واسعة تتكون من عشر مجموعات من المهارات والقدرات والمواقف التي يحتاج اليافعون إلى تطويرها واستخدامها ليكونوا أصحاء عاطفيا واجتماعيا ولكي يحققوا أقصى إمكاناتهم في التعلم والنمو ويشاركوا بشكل إيجابي ونشط مع العالم من حولهم تتقاطع هذه الكفاءات مع الرفاه النفسي والاجتماعي لليافعين وتطوير واستخدام المهارات الحياتية وحقهم في المشاركة وكذلك حقهم وقدرتهم على المساهمة في بناء السلام خلال تطوير واستخدام عشر كفاءات رئيسية وهي التواصل والتعبير الهوية واحترام الذات القيادة والتأثير حل المشكلات وإدارة النزاعات التعاطف والاحترام التعاون والعمل الجماعي التعاطف والاحترام التعامل مع الضغط والتحكم بالعواطف الأمل في المستقبل وتحديد الأهداف التفكير النقدي واتخاذ القرار الأبداع والابتكار تم تصميم جميع الموارد الموجودة في الرزمة لدعم منصقي البرامج والميسرين وأي شخص آخر يشارك في البرامج لكي يستخدموا عشرة مناهج رئيسية في كافة أعمالهم مع ومن أجل اليافعين المناهج العشرة الرئيسية تجمع معايير ومبادئ وممارسات وأسليب مستمدة من العديد من القطاعات التقنية لدينا وكذلك من بعض الهيئات والأطر التوجهية الأخرى التي تستخدمها اليونسف للعمل في الصياقات الإنسانية مع الأطفال واليافعين ومن أجلهم لقد قمنا بدمج هذه المناهج في عشر عبارات بسيطة وعملية المنحة لدعم منصقي البرنامج من أمثالكم للتفكير في الطرق التي تستطيع بها مكاتبنا القطرية والأشخاص الآخرين في تواقيمكم ادخال نهج مشترك لكيفية عمالكم مع اليافعين ومن أجلهم في تصميم وتنفيذ برنامجكم الفعلي يمكنكم معرفة المزيد حول المناهج العشر الرئيسية والكفاءات العشر الرئيسية ما هي وكيفية تضمينها في تخطيط برنامجكم وذلك من خلال استكشاف الإرشادات والأدوات التي تشكل جزءا من رزمة اليافعين والتي سأشرحها بشكل أوسع بتطبيق المقاربات العشر الرئيسية في جميع أعمالهم يستخدم قادة البرامج والميسرون أفضل الممارسات من التعليم وحماية الطفل والبرامج القائمة على حقوق الإنسان لدعم النتائج الإيجابية للمراهقين محاولة الوصول إلى جميع اليافعين توفير الدعم والتنظيم الإصغاء لليافعين واليافعات إتاحة المجال لليافعين واليافعات لتوالي دور القيادة إشراق جميع اليافعين إتاحة المساحة للتعبير والابتكار تحدي وتسجيع اليافعين الارتجال والتكييف بناء الصلاة البناء على الأمور الإيجابية هذه المقاربات العشر تجمع معايير ومبادئ وممارسات وأسليب مستمدة من العديد من القطاعات التقنية لدينا وكذلك من بعض الهيئات والأطر التوجهية الأخرى التي تستخدمها اليونسف للعمل في السياقات الإنسانية مع الأطفال واليافعين ومن أجلهم لقد قمنا بدمج هذه المناهج في عشر عبارات بسيطة وعملية المنحة لدعم منصقي البرنامج من أمثالكم للتفكير في الطرق التي تستطيع بها مكاتبنا القطرية والأشخاص الآخرين في تواقيمكم إدخال نهج مشترك لكيفية عملكم مع اليافعين واليافعات ومن أجلهم في تصميم وتنفيذ برنامجكم الفعلي يمكنكم معرفة المزيد حول المقاربات العشر الرئيسية والكفاءات العشر الرئيسية ما هي وكيفية تضمينها في تخطيط برنامجكم وذلك من خلال استكشاف الإرشادات والأدوات التي تشكل جزءا من رزمة اليافعين والتي سأشرحها بشكل أوسع إن كنتم تنوون استخدام الرزمة فإننا نشجعكم كثيرا بأن تقضوا بعض الوقت في تصفح الموقع نأمل أن يكون من السهل لكم أن تهتدوا إلى الإرشادات والأدوات والأنشطة التي قد تجدونها مفيدة وقد تجدوا أنها كافية وفيها كل ما تحتاجونه لكي تبدأوا العمل ضعوا في اعتباراتكم في الوقت نفسه حقيقة أن جميع التوجهات والأدوات والإمدادات الموجودة في الرزمة تهدف إلى اختيارها وتكييفها يمكن أن يتم مع البرامج والسياقات ومجموعات اليافعين المختلفة وبالتالي يمكنكم استخدام بعض أو كل المواد حسب وضع وأهداف البرمجة لديكم كذلك ضعوا في اعتباراتكم أنكم قد لا تحتاجوا حتما إلى رزمة الإمداد من أجل استخدام أدلة أو أدوات أو أنشطة البرامج الأخرى في الرزمة سأخبركم المزيد بعد دقائق معدودة حول كيفية تحديد ما إذا كان عليكم طلب رزم الإمداد ومتى وما هي الإمدادات المفيدة الأخرى التي يمكن لكم أن تشتروها محلياً أما الآن فدعونا نتحدث أكثر عن أدوات الإرشاد والأنشطة ما هي ومن أجل من بعد الولوج إلى صفحة adolescentkit.org يجب النقر على resources وحينها تذهبون إلى أسفل الصفحة حيث تنطقون اللغة العربية Arabic معظم التوجهات والأدوات والإمدادات الموجودة في رزمة اليافعين مخصصة لفئتين من الأشخاص الذين قد يكون عملهم في إطار برامج لليافعين بعضها مخصص لمنصقي البرنامج أي شخص يصمم أو يقود أو يدير أو يدعم برنامجاً أو تدخلاً لليافعين فإذا كنت تشارك في هذه الندوة عبر الإنترنت لأنك تخطط أو تأمل في تعزيز برنامج لليافعين سواء كنت من موظفي اليونيسف أو كنت تعمل لدى منظمة أخرى فبإمكانك أن تعتبر نفسك منصق برنامج فتتضمن الرزمة إرشادات وأدوات تساعد في تقرير كيفية استخدام الرزمة وبناء فريق البرنامج ودعمه واتخاذ خطوات أخرى لبناء برنامج متين بعض الإرشادات والأدوات بالإضافة إلى إرشادات الأنشطة مخصصة للميسرين الذين يقودون الأنشطة مباشرة مع مجموعات من اليافعين قد يكون هؤلاء في برنامجك من المعلمين أو المتطوعين شباب تساعد الإرشادات وأدوات الميسرين هؤلاء في جمع حلقات اليافعين معاً ومنع التحديات داخل حلقات اليافعين والتعامل معها عند ظهورها كما تشمل خطوات للميسرين لتخطيط مراحل الأنشطة لليافعين وذلك باستخدام موارد من مربع الأنشطة كمكعبات أو لبنات بناء وفوق وقبل كل شيء فأن بعض الإرشادات والأدوات في الرزمة مخصصة لكل من منصقي البرامج والميسرين ونشير إليها هنا باسم التوجيه الأساسي وهي الموارد التي تساعد منصقي البرامج والميسرين على العمل معاً مع مشاركة في فهم أهداف البرنامج واستخدام المناهج والأسليب المشتركة في عملهم من أجل اليافعين كنت قد تحدثت قبل دقيقة عن الكفاءات الرئيسية العشر والمناهج الرئيسية العشرة وهذه الأطر هي بعض من أهم عناصر التوجيه الأساسي يتضمن التوجيه الأساسي أيضاً إرشادات وأدوات أخرى لدعم منصقي البرامج والميسرين وأي شخص آخر لكي يعرف المزيد عن احتياجات وأمكانات اليافعين لاسيما في الصياقات الإنسانية وبناء ودعم البرامج التي تدعم حقوق الإنسان الخاصة باليافعين واليافعات هناك دليل آخر لكل من منصقي البرنامج والميسرين هو دليل اللوازم ويتضمن لائحة بالطلبيات والأدوات لمساعدتك في تحديد ما إذا كنت ستطلب رزمة الإمدادات بالإضافة إلى لائحة طلبيات وأدوات أخرى لشراء وإدارة اللوازم والمواد التي تحتاجها في عملك مع اليافعين ومن أجلهم ومن ثم يقع في قلب إرشادات مجموعة أدوات المراهقين صندوق الأنشطة والذي يتضمن 90 نوعاً مختلفاً من الأنشطة القابلة للتكيف لليافعين واليافعات وتتراوح هذه من الخطوات البسيطة والممتعة والألعاب إلى الخطوات الأكثر تعقيداً التي يمكن أن يتخذها اليافعون واليافعات معاً لتصميم وتنفيذ المشاريع الصعبة جنباً إلى جنب مع دعم الميسرين هناك ثلاثة أنواع من الأدلة في مربع النشاط أدلة النشاط وهي أدلة تفصيلية لأنشطة المراهقين بعضها أقصر وأبسط والبعض الآخر أطول وأكثر تعقيداً يمكن وينبغي تنفيذ بعض الأنشطة الأكثر تعقيداً في تسلسل للمراهقين للعمل معاً في مشاريع طويلة الأجل على مدار عدة جلسات نشاط باقات التنشيط وهي ما تبدو عليه أنشطة قصيرة وسهلة لمساعدة اليافعين واليافعات على النشاط أو الهدوء والشعور بمزيد من الهدوء بطاقات حث الإلهام هي بطاقات لتحفيز إبداع الميسرين واليافعين يمكنهم أن يكتشفوا بأنفسهم كيفية إجراء نشاط و أو طرق تكييفه في سياقات مختلفة مثل جميع إرشادات وأدوات رزم اليافعين فإن كل إرشادات الأنشطة هذه متوفرة على موقع التصفح والبحث adolescentkit.org على سبيل المثال يمكنك البحث في الصفحة حسب مستوى الطاقة الذي يتطلبه ذلك النشاط لليافعين والعثور هناك على الأنشطة المناسبة لمستويات معرفة القراءة والكتابة المختلفة واختيار ما تريد من الأنشطة حسب مستوى التحدي والتعقيد المناسب لكل حلقة يافعين تم أيضا تصميم جميع الأنشطة لتكون شاملة وقابلة للتكيف ويتضمن كل دليل اقتراحات لتكييفها مع اليافعين في سياق البرمجة الخاصة بكل واحد منكم والأهم من ذلك لكي يكون حصول اليافعين عليها سهل وشامل إن كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة لا تتطلب أي من هذه الأنشطة إمدادات أو مواد أو معداد باهظة الثمن أو خاصة تم خصيصا تصميم رزمة الإمداد أو سيبلايز مع مواد تجعل الأنشطة مجدية وجذابة ولكنك قد تتمكن أيضا من دعم الأنشطة باستخدام مواد بسيطة وغير المكلفة من تلك المتوفرة محليا ما المهم فهمه عن التسعين دليلا حول الأنشطة المختلفة هو أنها ليست مكتوبة في دليل أو منهج فقد تم تصميمها على شكل لبنات بناء أو بطاقات وصفات يمكن لمنصقي البرنامج والميسرين استخدامها لتخطيط تسلسل أو مرحلة من الأنشطة لحلقة اليافعين يوفر دليل الميسر مزيدا من الإرشادات حول كيفية القيام بذلك ويحدد أربع مراحل يمكن أن تكون ناجحة أكثر لليافعين واليافعات من مختلف الأعمار وممنهم على مستويات مختلفة من الاستعداد للعمل كفريق ومستويات مختلفة من الاستمتاع أو مواجهة التحديات المعقدة المراحل الأربعة هي بدء حلقتنا لكي يتعرف اليافعون على بعضهم البعض ويبنوا روابط مع بعضهم البعض كحلقة معرفة أنفسنا لليافعين المستعدين لاستكشاف هوياتهم والتعرف على أنفسهم وعلى بعضهم البعض التواصل لليافعين المستعدين أن يتعلموا مهارات لبناء علاقات صحية والعمل معا كحلقة والانطلاق والتواصل مع مجتمعاتهم المحلية التنفيذ لحلقات اليافعين المتينة والمتصلة جيدا والمستعدة لتخطيط وتنفيذ مشاريع عمل مع العائلات والمدارس والمجتمعات المحلية يمكن للميسرين استخدام نهج المرحلة لبناء تسلسلات أنشطة اليافعين المرنة والقابلة للتكيف مما يمنحهم فرصة لمواجهة التحديات أو أخذ قصد من الراحة والاستمتاع وذلك اعتمادا على اهتماماتهم وهذا النهج هو نهج مستدام أيضا مما يسمح للميسرين واليافعين الاستمرار في تطوير المهارات والتعاون في المشاريع طالما استمر برنامجهم الآن وبعد تحدثنا عن الإرشادات والأدوات والأنشطة فلنتحدث عن رزمة الإمدادات إذا كنت تفكر في رزمة أدوات اليافعين فقد ترغب في قضاء بعض الوقت خلال هذا الجزء من العرض التقديمي للتفكير فيما إذا كنت ستحتاج أو ستستفيد من رزم الإمداد عند بدء أو تقوية برنامج باستخدام الإرشادات والأدوات والأنشطة لقد تم تطوير رزمة الإمدادات مثل جميع الموارد الموجودة في رزمة اليافعين من خلال تصميم ينتهج الإنسان كمحور له مع بعض الميزات الخاصة والفريدة من نوعها أولاً وكما ترون فأن هذه الرزمة تبدو مختلفة تماماً عن بعض رزم اليونسيف الأخرى بدلاً من تضمين صندوق كبير وثقيل تشتمل هذه الرزمة على علب وأكياس لموادها الأخرى خاصةً للبرامج المخصصة لليافعين في الأماكن البعيدة التي يصعب الوصول إليها وكذلك لحيز البرامج الخارجية أو المشتركة تم تصميم كل رزمة إمدادات لكي يستخدمها ما مجموعه خمسين يافعاً ويافعة ولفترة استخدام تبلغ ستة أشهر فقد تفيدك هذه الأرقام عندما تريد أن تقرر عدد الرزم التي تحتاج أن تطلبها ومتى تريد أن تطلبها أو حين تطلبها مرة ثانية القرطصية والمستلزمات مواد أساسية وبسيطة لجعل أنشطة اليافعين أكثر جدواً وجاذبية معظم المستلزمات الموجودة في رزمة الإمدادات هي عبارة عن قرطصية مواد يستخدمها اليافعون معاً أثناء عملهم في الأنشطة الموضحة في الرزمة أو أي مواد أخرى لقد حاولنا اتخاذ الخيارات الجيدة لهذه الإمدادات مع موازنة الاعتبارات مثل التكلفة عند زيادة الكمية حتى لا تنفذ بسرعة وكذلك الموازنة بين سلامة اليافعين واليافعات وأخذ أنواع المواد التي قد تكون جذابة ليافعين واليافعات في عين الاعتبار على سبيل المثال قد يتردد بعض اليافعين إذا شعروا أن المواد تبدو وكأنها للأطفال من ناحية أخرى عندما اخترنا أشياء مثل المقص كان علينا أن نفكر في موضوع سلامة المستخدمين تم قصداً تصميم هذه الإمدادات لكي لا تكون باهظة أو مرهفة من حيث الثمن ويمكن استبدالها في معظم الحالات عن طريق شراء بديل محلي لها حتى في غدون ثلاثة أو ستة أشهر من ظهور حالة طوارئ جديدة تم تصميم حقائب الحمل والأكياس التي عرضت في الشريحة الأخيرة أيضاً بحيث يتم استبدالها وإعادة بناءها بسهولة وتتضمن التوجهات والأدوات الموجودة في الرزمة قوالب ونماذج يمكن استخدامها لصنع حاملات وأكياس جديدة من الورق المقوى من الورق المقوى أو الألوكوبلاست تتضمن رزمة الإمداد أيضاً نسخاً ورقية لبعض وليس لكل الإرشادات والأدوات التي يمكنك أيضاً العثور عليها كملفات إلكترونية على الصفحة الإلكترونية ولكن النسخ المطبوعة متوفرة في اللغة الإنجليزية فقط إذا كنت بحاجة إلى نسخ مطبوعة في اللغة الإسبانية أو العربية والفرنسية فإننا ننصحك بتنزيلها من الموقع وطباعاتها قد يكون وجود نسخ الإرشادات والأدوات المطبوعة بين يديك مفيداً لك عند استلام رزم الإمدادات مثلاً مواد إرشادات الأنشطة وبطاقات التنشيط وتحفيز الإلهام ودليل الإمدادات الذي يتضمن قائمة مخزون سهلة الاستخدام نوصي بطباعة كل شيء على ورق قوي ومتين وفرزه في مجلدات للاحتفاظ بها وتنظيمها تجد أيضاً محرك أقراس USB به جميع الموارد الإلكترونية داخل رزمة الإمداد لذلك إذا كنت أنت أو شركائك في موقع يكون نطاق التردد فيه منخفض فإنكم لن تضطروا إلى الاعتماد على الشبكة العنكبوتية النت تم تصميم جميع الموارد الموجودة في رزمة اليافعين لمعالجة مبادئ المساواة في النوع الاجتماعي يمكنك العثور على التوجيه الأساسي لكل من منصقي البرنامج والميسرين على التعبير أو الملاحظة التقنية اليافعون واليافعات والمساواة في النوع الاجتماعي والتي تشرح كيف يمكن استخدام الإرشادات والأدوات والأنشطة والإمدادات في برنامج يدعم ويعزز أهداف وغايات المساواة بين الجنسين ستجد أيضاً اقتراحات محددة حول كيفية ضمان المساواة في النوع الاجتماعي قد تم إدراجها في جميع الإرشادات والأدوات في الرزمة تم كذلك تصميم رزمة اليافعين للوصول العادل إلى اليافعين ذوي الإعاقة وغير المعاقين وأدماجهم يمكنك أيضاً العثور على التوجيه الأساسي foundational guide على ملاحظة فنية بعنوان اليافعون واليافعات والإعاقة والتي تشرح كيف تعكس إرشادات رزمة اليافعين مبادئ الإدماج ويمكن استخدامها للوصول إلى اليافعين المعاقين وغير المعاقين وأشراكهم بشكل شامل ومنصف سوف تجدون أيضاً اقتراحات محددة حول كيفية ضمان المساواة والإدماج ليافعين ذوي الإعاقة وغير المعاقين في جميع الإرشادات والأدوات الموجودة في الرزمة الآن أود أن أشارككم بثلاثة أمثلة من المكاتب القطرية لليونسف وشركائها الذين استخدموا رزمة اليافعين في سياقات وبرامج مختلفة آمل أن توضح هذه الأمثلة بعض الاحتمالات حول كيفية تكييفها للاستخدام في سياقات مختلفة ولدعم أنواع مختلفة من البرامج يمكنكم العثور على العديد من الأمثلة على صفحة الرزمة قيد التنفيذ على موقع رزمة اليافعين تعاونت اليونسف في جنوب السودان في تطوير رزمة اليافعين ابتداء من عام 2014 وساهمت في التطور المستمر للرزمة وتنفيذها منذ ذلك الحين واستخدامها في كل من برامج حماية الأطفال والتعليم استجابة للنزاع الذي طال أمده والنزاع الإنساني في تلك الأزمة في الآوينة الأخيرة في تشرين الأول أكتوبر 2019 قامت اليونسف بتيسير تدريب المدربين على رزمة اليافعين لتوسيع نطاق التنفيذ في جميع أنحاء البلاد ودعم الموظفين والميسرين من اليونسف ومن 14 وكالة شريكة لها وذلك لتحديث مهاراتهم وتعزيز التطبيق العملي للرزمة في المدارس ولحماية المواقع المدنية وعامل مكتب اليونسف في تركيا على بناء التماسك الاجتماعي وتقوية اليافعين واليافعات لمشاركة المجتمعات المضيفة واللاجئين وهناك أمثلة عدة من العالم إنما نتوقع زيادة الاستعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الآن بعد أن تم ترجمتها ونشرها من خلال اللقاءات التعليمية والتوجهية ومن أجل الاستجابة لاحتياجات اليافعين في جائحة كوفيد-19 قامت اليونسف بتعديل جزء صغير من رزمة اليافعين وتكيفه للوضع إذ بينما تم تصميم الرزمة الأصلية لجمع اليافعين معا لبناء الروابط والتعاون في المشاريع فأن التعليمات بلزوم البقاء في المنزل في العديد من البلدان تطلبت إيجاد نهج جديد للوصول إلى اليافعين المعزولين في منازلهم وأشراكهم تتضمن الحزمة المعدلة لمقتضيات كوفيد-19 مع عدده 12 نشاطاً لبناء الكفاءات التي تم تعديلها من الرزمة الأصلية بحيث يمكن لليافعين العمل عليها بشكل مستقل أو بالتعاون مع أفراد العائلة إذا رغبوا في ذلك كما تتضمن أيضاً 34 بطاقة تنشيط وحث على الإلهام تم استقاءها من الرزمة الأصلية التي يمكن تنفيذها أثناء البقاء في المنزل يتمثل أحد الأهداف الأساسية للحزمة المعدلة في دعم اليافعين للمرح والاستمتاع وأخذ قصط من الراحة من التوتر واستكشاف قدراتهم الإبداعية أثناء تعاملهم مع ظروف العزلة وعدم اليقين توفر الحزمة المعدلة موارد واستراتيجيات للوصول إلى اليافعين عن بعد بما في ذلك من خلال إشراكهم في الأنشطة والحوارات عبر واتساب ومنصات الهاتف المحمول للمماثلة أو الراديو أو التلفزيون أو تزويد الذين لا يتمكنون من الحصول على التقنيات الأخرى بالبطاقات المطبوعة والتي تظهر عليها الأنشطة الهدف الرئيسي للحزمة المعدلة هو اليافعون واليافعات أنفسهم الذين يعملون في الأنشطة بشكل مستقل أو مع آخرين في منازلهم كما يتم توفير التعليمات لمنصقي البرامج وللأباء المعلمين لدعم اليافعين أثناء مشاركتهم في الأنشطة فيما يلي نقدم نظرة عامة سريعة ولكن بشكل أعمق على مكونات وموارد هذه الرزمة والتي تشمل إرشادات الأنشطة أدلة الخطوة خطوة تشرح لليافعين علاقة النشاط بهم وسبب ذلك وكيفية القيام بالنشاط وكيفية الاستمرار فيه والتعلم منه والإبداع وكيفية مشاركته مع الآخرين من خلال القنوات عبر الإنترنت أو القنوات غير المتصلة بالإنترنت تم تصميم إرشادات الأنشطة هذه لتكون جاهزة للاستخدام في جميع السياقات وتوفر خيارات للجلسات الميسرة وغير الميسرة تتضمن الحزمة المعدلة أيضا بطاقات تنشيط من الرزمة الأصلية مع إرشادات للألعاب القصيرة والممتعة أو الأنشطة المريحة مع اليافعين والتي يمكن القيام بها كأنشطة أحماء استعدادا للأنشطة الواردة في الإرشادات أو بعدها أو بشكل مستقل عنها وبطاقات إلهام مع أفكار ملهمة لأنشطة سريعة لإبقاء اليافعين متحفزين ومهتمين أدلة الميسرين دليل لتخطيط وتيسير جلسات الأنشطة مع اليافعين وتشمل قائمة بالمحفزات لمساعدة اليافعين خلال الأنشطة وعن طريق الأفكار الإضافية التي يمكن دمجها في الأنشطة لمواصلة التعلم وبناء الكفاءات أدلة الأباء أو أولياء الأمور دليل لدعم الجلسات والأنشطة التي يتلقاها اليافعون ويختارون القيام بها والمشاركة فيها يتضمن الدليل تعليمات وقائمة بطلبات يقوم بها اليافعون لمساعدتهم أثناء تأدية الأنشطة وتزود الأباء أو أولياء الأمور وأفراد العائلة بأفكار إضافية حول كيفية مواصلة التعلم وبناء الكفاءات معا بالاعتماد على الأنشطة الواردة في الدليل الآن وفي النهاية أود أن أذكر بالعنوان الذي يمكنكم فيه العثور على جميع الموارد الخاصة بمصادر رزمة اليافعين الأصلية والمعدلة تجدونها كلها متوفرة على الإنترنت لذا يرجى تنزيلها وتصفحها في أي وقت نأمل أن تكون هذه الندوات عبر الإنترنت مفيدة ولكننا نأمل أيضا أن نكون قد جمعنا حزمة تمكنكم أنتم وشركائكم من استخدامها حتى بدون الكثير من الشرح أو الدعم ومرة أخرى نقول أنه إذا رغبتم في معرفة المزيد فيرجى زيارة موقع رزمة اليافعين أو Adolescent Kit على الموقع التالي www.adolescentkit.org يحتوي الموقع على مجموعة كاملة من كافة مصادر الرزمة ومواد الدعم وبإمكانكم أن تجدوا الإرشادات والأدوات والأنشطة وعرض عام وشامل للإمداد بالإضافة إلى جلسات التدريب حول كيفية البدء في استخدام الرزمة كما يمكنكم العثور على تسجيل للندوات عبر الإنترنت وغيرها من الوسائط بالإضافة إلى مقاطع فيديو تدريبية وأمثلة عن عمل المكاتب القطرية وروابط إلى مواقع Adolescent Kit على يوتيوب ترجمة نانسي قنقر